البلد فاضي حرفياً بس بنفس الوقت ما في مكان تحط إجراء هاي ما حزورها هيك صاير الوضع بالشام عن جد يعني رغم حملة الطفشان اللي طالت كل بيت وكل عيلة بها البلد بتروح بدك تستأجير بتجيك الصدمة من الأجارات بتجي بدك تشتري بتجيك الجلطة من الأسعار لكم بيت بعشرين مليار ليرا اي شو صاير بالدنيا اللي بيسمع هالأسعار بيقول عاديين بسويسرا مو بالشام طبعاً لاحظة ينطل لي هلا ويقل لي طراب الوطن وهوايات الوطن وكتاف الوطن انو بدر نزعل من بعض تخروا هيك تخروا بد يبوسوا طراب الوطن تخروا طبعاً العجب بدوا سبب لحتى يزول يعني لما تعرف انو الأسعار اللي عم تندفع هي مو أسعار الأمتار بل سعر الوطن بتفهم كتير منيح ليش هيك الأسعار الايراني مولعها بالعرض والسوريين ما شاء الله متل ما كانوا عطول متمسكين بالأرض وبالعقارات انو بيعرفوا شو القصة ولها السابع فكرة كل فترة بنسمع على حريق كبير بالشام وخص نص بالأحياء القديمة لأنه أولاد هالبهيمة لما ما بياخدوا شي بالقيمة بياخدوا بالغصب والهيلمة فبيحقوا محلك وبيتك وانت الله يساعد ما عندك قدرة ترجعوا متل ما كان وبيجوا بياخدوا خاوة بالطراب المصاري والله عزالي والله وعملوها الرجالة على قولة المصريين وفتحوا طاقة براس بوتين بتعرفوا النقطة اللي بتقول كنت على الصفر قمت ديينة كامليرا وفتحت لي مشروع كبير وهلأ اللي بيعرف كيف يرجعني على الصفر يكتبنا إياها بالتعليقات هذا بالضبط اللي صار مع بوتين الزلمة منشي مدري كم سنة قال بدي ياخد أوكرانيا كلياتها بأسبوعين زمان هلأ صار عم يقول للضباط تبعوا رجعونا بس أحدودنا الله يوفقكم بهدلنا بين الأمم الأوكرانيين طحشوا جوة روسيا عشرات الفدانات يا فدادين يعني هلأ فينك تقول الاحتلال الروسي لأوكرانيا للتاني أقوى دولة بالعالم وقيمة جيشها لما يواجه جيوش مثله مجهزة بأحدث التقنيات وأقوى الأسلحة لحد ما صار عبرة لكل جيوش العالم ومشاهد استياض جنوده غرأت وسائل التواصل الاجتماعي ويشماتت أبل أزازة فيها واحد نين ثلاثة والله عملوها الرجال على أولاد المصريين وفتحوا طاقة برص بوتين وفتحوا طاقة برص ترجل نزل شوي معلي عملوها الرجالة ايه والله واحد نين ثلاثة والله عملوها الرجالة على أولاد المصريين لأ ما مشي شوي مشي شوي